فيه عليك يا أمر غدار حبي إلك أضحى محرحر مما؟ مما؟ حلو ما؟ ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن نون حلو نون نم في سريرك يا ملك أنت الفتاة ما أجمله كاف كاف كم قلت إني غير عائدة له له ما أحلى الرجوع إليه هي ها 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 هاتي من يد الرضا جرعة تبعث الجنون نون نون نسرح وتمرح ولق واللحظة يجرح ولق والشعر يجد المراجل ولق وعيون تتبحت لا 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 تكذبي ها حلو إني رأيتكما معا عيب عطاحوني شفتك عطاحوني جرحوني عيونك جرحوني حلو نون نون نور العيون يا شغلني غيرت ليه أحوالك كف 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 ككل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن أيضحك مأسور وتبقي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي لي 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 حبيب حبه حشو الحشا حلو إن يشا شئت وإن شئت يشا شا 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 كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن نون نون نبنو جلا وطلاع السنايا متى أضع العمامة تعرفوني نين هدني خلينا نرتاحك شوي الله يخليك فهي بيك يا سلام أنا أنا حسلم يا سلام أنت فينك كيف أنا ما بعرفك يا سيدي حظك قليل طبعا طبعا أنا كان لازم أعرفك من زمان يا سيدي أنا لها السبب أول ما سمعت أنك بتحب الشعر وبتقرض الشعر قلت لأروح إلى أجي أتعرف عليك وإسلخك شي كم بيت بركي إن شاء الله بتعمر بيناتنا طبعا طبعا أنا يستحيل أتركك بعد هلأ مشستحيل أنت شو بتشتغل يا سيدي أنا بعد ما كملت دراستي شو درست 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 الأوضاع شو درست الأوضاع وقلت أنه وقلت أن الواقع بمحض اللاشعور النفسي بتظل جهبزة الواقع اللامعقولي في حناية الاستلمام لذلك لقيت أنه أحسن شي موقف الشعر الإسلامي تمام تمام أنا مثلك تمام أنا عندي شركة تعهودات وبناء ولكن كمان أنا بفضل الموقف الشعري ليه السبب أنا حبيت أتعرف على سيادتك ولهذا سبب قررت أنك تكون سكرتيري خاص ومدير المكتب المطلق الصلاحي اعتبارا من هالدقيقة صباح الخير أخ محمود صباح الخيرات نعم أمر سلامتك بيظهر نسيتوني محمود أفندي لمعي أفندي نعم بتعرفوا للأخ حسني أفندي اللي كان رئيس ديواننا شفتوا شلون ما سيناك بس احنا جماعة عنا شغل يا أخي مالنا فاضين عفوا يعني هاي مقابلة بتقابلني فيها هيك يا محمود شبه هالمقابلة يا أخي يعني شو بتأمر اني ارقص لك لا قلت ترخيرك على كل حال في تعليمات عنا بتقول انه الزيارات الخاصة ممنوعة انا مالي جاي زورك انا جاي بموضوع شغل ها ها اذا بموضوع شغل المراجعات ممنوعة قبل الساعة الى عش بترجاف يا محمود أفندي انا جاي شوف غوار بيك دخل لعندي المدير من ربع ساعة طيب ما في مانع تفضل انتظره برا برا نعم طمني والله كل شي تمام الحفظ لله او ايبدا المباشرة يا سيدي لحباشر انا اعتبارا من اليوم انتي شو رحباشر صرت مدير مكتب صاحب الشركة مطلق الصلاحية وانا لك صعي والله انتي والله سيدي ايه كنكا طيب على كل الاحوال قدم لي ورقة وانا بدرس موضوعك عيمطة تيل عيمطة تيل شو يعني يعني قدم لي ورقة عن طريق تسلسل انا كنتم حضر له ورقة بدي اقدر له يا خد فضل كاتب فضاعش و لحوح استنى شوي قلوه يا هلأ يا هلأ شو رأيك انتابع المباراة يا سيدي ما عندي مانع بس في موضوع بدي اترجاك فيه باعتبار انا صرت هلأ بدي مارك الصلاحياتي موضوع بديك توافق لنا عليه معك موافقة على بيان يا سيدي بدنا هذا حسني افندي الرجعه على الشغل حسني حسني ايوة ايوة حسني قلتلي حسني حسني افندي يلي كان عندك موظف حسني هالمأهور يا عصفوري يا عصفور ريه رجوع وانت قلت يا سيدي ممنوني لطفاك نقر الباب وفوت يا ابني يا حسني فضل صبعا خير سيدي صبعا خير قرب بوس ايد معلمك واعتذر منه انا لا انا عيب منك يعني عيب بوس ايد واحدة بواحدة انسي اداك اداك تسلمي اداك يلي خليته يبوس ايد معلمه ابو صياح قرب حاضر عطيه ابو صدي استغفر الله واصلي 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 انا عفيت عنك اني واسق في المرة السابقة لما شتمتني ما كنت بوعيك تمام تمام ما كنت بوعيك بعدين دائما العفو من شيئ من الكرام على كلين يا ابني يا حسني انا الي حديث معك بعدين على انفراد مشان هي اخلاقك بدي تحسن لي اياها حاضر غوار بيك يا استاذ غوار غوار بيك يا استاذ غوار بي استعمل مكتبي لبين ما يحضروا لك مكتبا اشتركوا في القناة